هدد عمدة مدينة نيويورك بمقاضات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأعضاء حكومته حال اتخاذ أي إجراء يهدد سلامة المواطنين المسلمين في المدينة وقال بلاسيو إنه لن يسمح بأي إجراء يهدد سلامة المسلمين أو يشعرهم بالإهانة أو القلق على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع ذلك وأكد بلاسيو أنه سيرفع دعوى قضائية ضد ترامب والحكومة الأمريكية إذا أجبر المسلمين على التوقيع في السجلات التي يتحدثون عنها ولن يسمح بتطبيق إجراء مهين مثل هذا في مدينة نيويورك